من مهازل الزمن ومن طيحان حضمة انه ديدان الارض تعتدي او تحاول ان تعتدي على جبال شامخة تخيل دودة تتحارش بجبل والله شوف اكو ناس من بين المطربين والفنانين عدهم اكلاق عالية جدا فوق ما تتصور او هحتي لكم عن هذا الموضوع بس بالاول خلي اقول لكم عن منو دا احتياني ومنوه اللي يستاهل انو تقول له استجن اثقل عب كافي ترستن البلد اثقلا ترعيب ترن ظل نقول للكان عيب اسمع اول شي انا رح احتي لكم عن الفنان صاحب الصوت الراقي والجميل اللي هو وليد الهاجري وليد الهاجري اصفر قلبنا كلمة يرجعون ولا عيون ما ترمش اخاق وبلحوة يمشون اتانو حالتي صابق انا اتقصدت طلعت لكم هاي الاغنية للفنان وليد الهاجري وللفنان باسم العلي ليش رح اقول لكم بس بعد انو نشوف انا وياكم الفيديو اللي بعده وارجع احتي لكم قصة هاي الاغنية وقصة هالشخصين هالفنانين الاثنين ذولة رح احتي لكم موضوعهم صار حدث قدامي والله المهم قطوني اناس الخالدي طبعا بالنسبة للفنان وليد الهاجري يظهر باحد اللقاءات التلفزيونية ويأحد الاعلامين وسأله على احد الفنانات اللي ممكن انو يجي يوم تظهروا اياها هو الشخص طبعا هذا رأيي وحنا نحترمه انو قال لا ومعرف شنو فاغلب التعليقات واغلب التاكات واغلب اللي داي يوصلني داي يقولون اناس الخالدي راح خليكم تطمئنون اطمئنانية تامة وتشيلون هذا الشك من نفسكم حتى ترتاحون لان انتو الشعب العراقي ما شاء الله يعني بلى حسد عليكم انتم معرفون شنو بتفكيركم وظنكم الغير صحيح طبعا كان الشخص يقصد تيسير العراقية مزين كان يقصد تيسير العراقية انو ذكر ذكرها بأحد اللقاءات والشخص هذي بعد رأيه واراء تحترم فمو اني حبط منكم مو اني تيسير العراقية طبعا تعي 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 اولا اولا انت ليش تلبسين دلعوك حتى لا يطلع صدرك ليش خبيني لبسي عادل وخلصين ترى انا عرف انه هاي سوالف على مود تجيبون مشاهدات تلبسين دلع تمام ويطللين تجريين قدامنا هاي وحدة ثانيا انتي شحليت انتي فنانة انتي مطربة انتي شنو علاقتك انتي مرة طلحتي قلتي انا اعلامية ويريدوني نامون وياه ما يخلوني اشتروا بالاعلام ومرة قلتي انا ممثلة والمخرجين ما يسووا لي اعماله وما يقبلون لان يردوني نامون وياه وبالاخير كلهم ما خليتيهم ينامون وياه ورحتي اتغنين بالملهة وانتي ما عنده صوت تحشين وتقولين هذا هذا تعرفين هذا منه لك هذا وليد الهاجري هذا نجم هذا نجم هذا صاحب صوت هذا عنده خامة صوت هسا لو تظلين الف سنة تشتغلين على صوتك مثل ما اشتغلتي على وجهك وخشمك ما تجيين ربع صوتك مفروض منه تقولين وليدي الهاجري تحطين يديش على راسك عب انت اخرتش اكحاش نستات غير هذا لا تفكر لا تصير نعلاميات ولا رح تصير الممثلات ولا رح تصير المطربات روحي روحي بالملاهي غني كش يمشي على السكارة بس من تجيبين اسم فنان حقيقي تحطين يديش على راسك انت ولا غيرك هاي شغلة رجعولي حتى اشوفها من هو وليد الهاجري وشنو اخلاقه رجعولي بس بدون صوت رجعولي الاغنية شوف والله العظيم واني اتحاسب على هذا الكلام امام رب العالمين وليد الهاجري فد يوم كان يغني بنادي عائلي واني موجود لما نعرف وليد الهاجري انه من بعده رح يكون باسم العلي تدرون ما قبل ينزل اللي هو يرحب بباسم العلي من بعده ولما نجى باسم العلي وليد الهاجري امام عيني والله العظيم دنج على ايده وباسها الباسم العلي تدرون اش قال لهم للحاضرين قال لهم هذا استاذي صاحب فضل علي هذا تعب وياي ومن علمني حرفا ملكني عبدا فكيف ما باسم العلي هذا الكبير هذا صاحب الاخلاق باسم العلي هذول فنانين حقيقيين باسم العلي وليد الهاجري حاتم العراقي كاظم الساهر هذول عمالقة وحتى ادنا شباب همين عمالقة بالذوق والاخلاق فمو تجي وحدك حشان استه تجيب اسم من هذول الكبار عب اشتركوا في القناة